بنصبح على حضراتكم وبنعيد على حضراتكم مرة تانية في أول أيام عيد الأطحى المبارك النهاردة هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الجو هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب السيد ومعتاد الليلة على كافة الأنحاء وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار وكل سنة وحضراتك طيبة صباح الخير على حضراتك أستاذ هالة وصباح الخير على كل سنة المشاهدين وكل سنة وحضراتكم طيبين وخير يا رب وعيد سعيد على الجميع حضراتك بخير وسحة وسعادة يا رب طمينينا التقس إيه النهاردة أول أيام عيد الأطحى المبارك خاصة أن الناس بتستعد للخروج والفسح واستقبال العيد بالخروجات يعني قول لنا الجو كده عامل إزاي النهاردة الحمد للأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات لكن في ارتفاع طفيف نسب الرطوبة خلال فترة النهار هيخلينا نحس بيه أن فيه ارتفاع في درجات الحرارة عن القيم المتوقعة بحوالي من درجة 2 ل3 درجات إحنا اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 34 درجة مقوية هنحس بيها لو تكون 36-37 درجة مقوية فبالتالي طاقص خلال فترة النهار هيكون طاقص حر راطب على القاهرة الكبرى والوكس البحر يسواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط طاقص شديد الحرارة على محافظات جنوب الجلال الشمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار هللاح السمان زيادة فترات تسوعة أشاعة الشمس شكل كبير خلال فترة النهار خلال فترات الليل مع غياب أشاعة الشمس هيحصل طبعا انتصاد في درجات الخرارة نحس بي أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر لكن أجواء فترة الليل هتكون أجواء معتابلة تماما على أغلب الأنحاء لأنه كمان في نشاط نسبة للرياح هيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء فترات الليل وساعات المساء وكمان فترة الصباح الباكر متوقع كمان تكون من شبورة مائية فترة الصباح الباكر بساعات هذه المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية شبورة المائية دي هتأدي لانخفضتها في الصرقية الوفقية على طرق فهم جدا نأخذ بالنا إن شاء الله التلاشة مع الطاعة الساعة تستمتعين تقريبا نتبقى مع الساعة بعد 8 صباحا نتبقى المائية تبقى في التلاشة كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين معتادلة البحرين هيتكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل بصفة عام الأجواء مستقرة بقدر نستمتع بالأجازة والفروبات لكن لازم ناخد بالنا من فترة الظاهرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر الفترة دي اللي بنسجل فيها درجة الحرارة العظمى أو أعلى درجة حرارة في اليوم كله كمهم جدا بقابل الإمكان لو إحنا خرجنا فترة الظاهرة يبقى معنا وطاق للرأس الشمسية أو كاب أي شيئي خمين من أساعة الشمس المباشرة ونتناول طبعا خبر كبير من المراتبات على موضوع الأيام المقبلة لأن الأجواء مستقرة بشكل جديد بنشكر حضرتك دكتورة مونار غاني معضو المركز الألامي بهيئة الأرصاد الجوية تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في الكاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22 نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34-22 الأسكندرية 30-21 والعالمين الجديدة 30-22 في مطروح العظمى 29 والصغرى 21 وفي دوميات 30-21 أما في بورسعيد 31-22 وفي الإسماعيلية 35-22 نروح للسويس نجد درجة الحرارة العظمى 34-23 والعريش 31-22 في كاترين 32-16 وفي طوبة 34-26 حليب 34-27 وشالتين 38-28 في شرم الشيخ 38-28 نفس درجة الحرارة أيضاً في الغرداء 38-28 في الفيوم درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 أما في بني سويف 35-23 الودي الجديد 42-25 وفي أسيود 37-23 سوهاج 38-25 وإنا 41-27 في الأكسر 42-27 وفي أسوان 42 والصغرى 28 وكذا خلصت نشرتنا الجوية المفصلة وعودة مرة تانية لشازلي والبسانت واستكمال باقي فقرات سبعة الخير يا ماصر شكراً لك يا هلا شكراً لك